اجتماعات مستمرة بخصوص الفريل اول كمان الفريل اول على فكرة ممكن انبارح كان الكابتن خالد بيبو والكابتن سامير عدلي موجودين في السعودية في ورشة عمل مع كل الاندية المشاركة في كاس العالم للاندية كل نادي مشارك في البطولة بيجي يحضر يشوف ملعب المباراة ملعب التدريب فندو الإقامة التنقلات كل الامور الليجستية المتعلقة بالمشاركة في كاس العالم في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة جدة بتعرض خلال الـ 48 ساعة الجارية على كل المسؤولين الإداريين المسؤولين عن فرقهم اللي هيشاركوا في كاس العالم في الفترة من 12 حتى 22 من شهر ديسمبر المقبل واولى مباراة الاهلي هتكون يوم 15 ديسمبر مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي ونيوزلندي مش محتاجين نتكلم طبعا عن الامكانيات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية امكانيات رائعة جدا ملعب الجوهارة المشاعة اللي استادل هتتلاحب عليه أولى مباراة الاهلي يوم 15-12 ملعب مميز جدا ملعب رائع جدا في مدينة جدة ملعب التدريب كمان ملعب مميزة السعودية بتقدم نفسها بدري عشان استضافة كاس العالم خاصة ان هي أعلنت رسميا انها هي هتترشح لاستضافة حدث كاس العالم في عام 2034 نتمنى التوفيق رب للأشقاء في المملكة كمان على المستوى الجماهيري فيه إقبال كبير جدا من الجماهير على التذاكر لكن مع قرب موعد البطولة هكيد هنتكلم عن تفاصيل أكتر في كاس العالم للأندي في مدينة جدا